شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارس الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور وقدم شكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرض المقاتل وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسؤوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة